موسيقى كميلة شيف الحال كبسة رئيس بلدية نزل فرامان بتعيين 18 شرطية لابسين هوت شورتز جميل الوفيشال استيتمنت كانت نجرب أن نعمل على تنويع السياحة كفو والله السياحة رح تجدهر ما شاء الله لعلك وتبريره اللي تجديد وتنويع السياحة كان إنه إعطاء انطباع للغرب إنه مثلنا مثلكن ما تخافوا منه عندنا سحبات عندنا فخار عندنا هبرة لما ما يكون عندك شي تفرجي وتأثر التنورة أثر الشورت أو بتشلحه بالمرة لما مظهرك ولبسك وسحباتك تكون أهمة من فكرك وعقلك وأي شي بتقدميه على الطاولة ما تلومي اللي مو شايف غير المعروض لحم الهبرة دولة حكومة بلد بده تزيد سياحة البلد وتطمن الجمهور إنه مثلنا متلكن بالسحبات شو تركت لتميزك واختلافك عن بلاد برا بدل ما تفخر باللي عندك وتسوقه بالطريقة الصح بدك تقول لاللي برا إنه متلك متلن ما صرت متلن ليلا يجزروك عنصر جذب السياحة الأول هو الاختلاف والتعرف على الثقافات المختلفة معلوم لما بنتك تكون مثل الكارداشيان وانتي عم تسب عليهم بالتلفزيون لما ابنك يعلق بالماجيك ورافعلك علم قزقزح مرفرف متل برا وهو جوه متروح انتوا إياهون لبرا وترك لنا الجوه بحاله مو من حقنا يكون إلنا جوه بيختلف عن اللي برا مو من حقنا يكون إلنا كياننا إلنا أسلوبنا طريقتنا حياتنا ولا لازم كلنا نكون مثلنا مثل بعض شبه بعض حتى بالأخلاق وبهالحال اللا أخلاق والله ما فيني يقول لا أخلاق فيني يقول إنه أخلاق مو متل أخلاق بعض المعلقين قالوا إنه بنات هديك المنطقة بتلبس شورتات وما بعمره صار شيء كافو برافو وكمان بيلبسوا بكيني وكمان الخيانات الزوجية بالألفات كل العالم عم تتفاخر إنه معلمين على كل العالم عم تتفاخر وتستعرض بالطع بدل ما تستر أي بتوجه هتلعتيك شوية أفكار شرطية سياحية بامتياز الشرطة تفتح فندق للسياحة شرطة بالبكيني للسباحة شرطة من اللي بالي بالك للراحة التقدم عمره ما إجا بالتزليط بالتشليح بالإفخاد بالسحبات في كل بقاع الدنيا الناس كلما بترتقي أكتر كلما بتحتشم أكتر شو كان هاي اسمها ميغان لما حولت وصار بده تصير أميرة اضطرت إنها تحتشم وأميرتك عم تنق وتشتكي إنه البكيني هالسيزن مغطة أكتر على هبراتها من السيزن الماضي حضرتك بتنشر وبتسمح بنشر الإثارة والسكسي بكل محل وممنوع حد يثار كفو ولكن بس يبطل حدا يثار بتصير عنا مشكلة من نوع تاني وحلة نتفي يا ماما نتفي ارحم بستك خلي بكرة يصير أحلى شكرا أيضا شكرا شكرا